أعوذ بالله من الشيطان الرجيل بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقوآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلاداً فهي إلى الأذقار فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشع الرحمن بالحيب فما الشرح بمغفغة وأجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واغرب له لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم أهل المرسلين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مؤسرون قالوا ما أنتم إلا بشرح مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يحلم إننا إتيكم له المرسلون وما علينا إلا البداع المبين قالوا إلا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائرهم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أخصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرم وهم مهتدون وما لها لا أعظم الذي فطرني وإليك ترجع أأتخذ من دونه آلهة إن يري الرحمن بضر لا تؤن عني شفاعتهم شيئا ولا يمردون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومي من بعد من جود من السماء وما كنا موزين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أحلى قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخبرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حاحا فمنه يأتون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنام وفجرنا فيها من العبون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر فلها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدر داك منازل حتى عادك البرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أن تدرك القمر ولا الليل سابح من نهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا له من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريح لهم ولا ينقضون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترهدون وما تأتي لهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مغربين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رسقهم الله رب قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم أنطعم من لو يشاء الطاق أطعمه إن أنتم إلا في ظلال من مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يرضون إلا صيفة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون ترصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفع في السور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينتمون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المدسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا من جني عدلتينا مخضرون فاليوم لا تنمنصوا شيئا ولا تجزون ولا تجزون إلا ما كنتم تأمعون إن أصحاب الجنة اليوم في شغر فاكرون هم أزواج مجفي ظلال على الأرائك متكبنون لهم فيها فاكهة وله لما ينتعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز الجوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أغلنكم جبدا كثيرا أفلم تكونوا تأقنون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نغتب على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعجمهم فاستبقوا الصراط فأنا ينصرون ولو نشاء لطمسنا على مكانهم فما استطروا مضجا ولا يغجرون ومن أن نهمره ننكسه في الخنق أفلا يعقبون وما علمناه الشعر وما ينبغي لك إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيشا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لغلا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رحومهم ومنها يأكلون ولهن فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا يندون الله آلهة لعلهم جنصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحسنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم يعلم سأل أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضروا لنا مثل ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رهيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقنون أولئس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول لكم فيغيبون فسبحان الذي دي يده ملكوت كل شيء وإليه تنجوا